ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى سبعة ألاف وثمانية وعشرين شهيداً منهم ألفان وتسعمائة وثلاث عشرة طفلاً وألفاً وسبعمائة وتسع سيدات وثلاثمائة وسبعة وتسعين مسناً إضافة إلى إصابة ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانين شخصاً وأشرت وزارة الصحة في غزة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكابي أربع وأربعين مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها سبعمائة وستة وخمسين شهيداً منهم ثلاثمائة وأربعة وأربعون طفلاً إضافة إلى ألف ومائة واثنين وأربعين مواطناً بجرح مختلفة ولقت إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة والتي يدعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة